رفع ساكن الدوار أولاد محمد ببلدة عين تدلس وإلاية مستغانم العديد من الانشغالات الخاصة بمنطقتها من المدة طويلة مطالبين السلطات المحلية تكفل بها برسلة زميل تواتي بالعربي هذا الدوار أولاد محمد ببلدة عين تدلس رخصنا عيط أسوالح الماء مكاش الماء مكاش مش تقول كان شي بلاسان يشري بسي تيرنا و3 سنتي كان البنية تعرفوا ربعمية 500 كيلو مترا على الدار تعبوه ولا تعجده ولا ما عندوش 3 سنتي والقاز الغاز راني راقدين عليه وفايت الزيقوين حشاكم هذا ربع أسوالح أي مير رانان دوماندوه اشحان من مير دوماندين شوف حنايا كيلي عندو 80 عام حنايا يهود قريبة 5 كيلومات باشي تكبرى يخصنا صونترا هنا ناس كبار غالب عليهم والله ميتك يهود 5 كيلومات 6 كيلومات باش يجي يدير شكة ولا يدير شفاصة ولا يدير شحاج وطلبنا شحان من مرة طلبنا رئيس البلدية طلبنا شايف دايرة قل لك واه واه هل عندنا عرض قل لك دبرنا عرضنا عرض حنا ماذا بهم يجي يديرنا صونترا هنا وعندنا الناس كبار غالب عليهم ماذا بنا من سلطة العلياق ونتوجهه للوالي يجي يزورنا ويشوف الوضعية تعنا العيشة ليرانا عايشي بيها هنا يجي يشوفها لا خدمة دراري هاما لا ركتو فيهم دراري استعد مكاش هلما رانا ضاعين والله لا نشلو بسيطيرنا في خطرة الوضعية الوضعية يجيبونا بجيري كانت فيما يخص الانشغالات المطروحة من قبل ساكنة دوار أولاد محمد ببلد الزعين تلس أولا فيما يخص المركز الصحي يعلم الجامعة أن المركز الصحي يخضع للخريطة الصحية يعني تفور عدد معين من عدد السكان وهذا نظن غير متوفر في أولاد محمد ولكنه موجود مركز صحي قاري منه موجود في برحضري بالنسبة لمشكلة الصرف الصحي فعلا هناك حفر فردية البلدية في المشروع التحال ستقدم تعدد عدد الشاحنات باش تكون متواجدة في هذه الدوار باش يقدروا العملية التفريغ الحفر الفردية الخاصة بالصرف الصحي لأن مشروع ربط الصحي هو مشروع كبير ان شاء الله سنفكر في السنوات المقبلة بإنجاز دراسة في هذا فيما يخص الملعب الجواري فعلا المنطقة زاخرة بعدد شبانها ولكن هي أراضي فلاحية إذا توفر حقار غير فلاحي سيمكن بطعبت الحال إنجاز ملعب كدوير الأخرى في هذه المنطقة بالنسبة للربط بك الكهرباء فعلا المشكلة المطروح في هذه المنطقة وسنسجل عملية في إطار البرنامج القطاعي للولاية التزويد بالماء في الدوار هو يزود من الولاد محمد يزودون من خزان الماء الموجود في الحضري ولكن هناك دراسة طرحنا المشكلة على السيد والي للولاية في زيارة الآخرة يوم 12 جنفي ونظن أن الدراسة ستأخذ بعين اتبار وهي تتكلف تقريبا المعلومات عندي خمسة مليار سنتيم وبذلك يمكن حل بعض المشاكل بهذه الدوار والتنمية إن شاء الله مستمرة في هذه البلدية